موسيقى الجولة الصحفية كنقدمها لكم من خناتكم شوف تيفيه أهلا بكم كنستهلوا جولتنا الصحفية بيومية الأحداث المغربية تقرير المغرب بلد عربي آمن وضع مركز الخليج العربي للدراسات والبحث للمغرب في المركز التاسع في تصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا في عام 2020 حسب اعتماد قياس درجة التهديدات التي تواجهها الدول خلال السنة الجارية وإلى يومية المساء مفاتيشية الصحة تحقق في صفقة شراء تجهيزات طبية خردة بالمليارات علمت المساء أن المفاتيشية العامة لوزارة الصحة تحقق في صفقة بالملايين بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعد شبهات شراء تجهيزات طبية قديمة بسعر التجهيزات الجديدة بوريتا الجزائر فضحت نفسها وأكدت توروتها في نزاع الصحراء تزامنا مع حالة السعار التي أصابت الجزائر على خلفية افتتاح مجموعة من القنصليات الأجنبية بمدينته العيون والداخلة خرج ناصر بوريتا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ليعلق على انفراد خارجية الجارة الشرقية بإصدار بيانات في الموضوع على خلاف 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة وإلى يومية أخبار اليوم لعنونات ملك البحرين في المغرب يبدو أن احتجاجات المغرب بعد إقصائهم من مؤتمر بلين حول ليبيا قد حركت حلفاؤه التقليديين في المنطقة العربية وغن ختمه بيومية الاتحاد الشراكي الصين تلغي الاحتفالات السنوية والصفارة المغربية في بيكين تتفاعل مع الحدث ارتفع معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الحالي بشكل قياسي إذ انتقل من أربع وفيات صبيحة يوم الثلاثة 21 يناير الجاري إلى حوالي 26 حالة وفاة وفقا لتقارير إعلامية في تكرار للمشاهد الدرامية التي كان الفيروس قد تسبب فيها ما بين 2000 وجوجو و2003 حين فارق الحياة أكثر من 700 شخص في الصين وهونغ كونغ تفاصيل أوفر كتابعها في دات اليومية جولتنا الصحفية انتهت شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء